موسيقى ايمان اول شي اشكلت حضورت عارف انه عنده شوائد التزامات هالفترة جدول شوائد مضبوط بأكتيبيتيز مع العيال وامور هاي كلها بس ما قدرنا ما ناخذ هالفرصة بدايتا ايمان من هو ايمان انا اولا ام لاربع اطفال وواحد منهم من ذوي الهمم تاني انا كاتبة ومؤلفة انا الصراحة ايمان يوم عرفت عنك واجدبني الجدبتني السيرة مالك كيف انتي كنتي وكيف سويت وعندت شغف يعني الناس ما يتوقعون ان انا شخص مثلا ام وكنتي قبل تشتغلين في المجال البنكي فجأة استويتي كاتبة ومو باي كاتبة يعني كاتبة كتب رعب انا ما حبترى ادب الرعب هذا اول مرة اسمعه صد؟ ايه فاباش التقفيني والتقفين بعد الناس شو يعني اعطيني شوي background او شي انتي كيف بديتي يعني انتي قبل كنتي تشتغلين في مجال البنكي ايه نعم اشتغلت تقريبا تقريبا 19-20 سنة ما شاء الله ايه اشتغلت وايد صغير انا مو صغيرة انا كبيرة في العمر لا لا معلت شباب لا بالعكس انا فخورة صراحة انا ما عندي اي مشكلة اقول عمري لانا بالنسبة للعمر هذا مجال رقم والعمر يقاس بالانجازات يعني ممكن واحد يكون مثلا عمره 20 سنة لكن ما اجز اي شيء ممكن واحد والعكس فاشتغلت في مجال البنوك لكن القراءة مش انا شيء يديد بالنسبة يديد بالنسبة للعام يوم تديد انشر لكن انا من صغري وايد احب اكتب وايد وايد انا احب اقرأ واحب اكتب يمكن لاني انا كنت انسانا وايد كتومة وما عندي اللي هو اني انا اتكلم يعني براحتي مع اي انسان واستحي وايد وما عندي سرعة البديهة فرد يعني عادي في اي conversation بسيط اي كلام مثلا حتى لو مشادة مثلا مشاحنة بينه وبن خواتي هم يغلبوني حتى لو انا لاحق ما اجادلين يعني ما اقدر اجادل ما عندي الاجابة اللي هو خاص افهمهم فيها متى عديني الاجابات في الليل قبل ما ارقد لو كنت قلت لها جي كنت والله كسبت لها بس عندك قدرت انت تستفكرين تسترجعين فوين يطلع في مذكراتي فكانت اقربا عندي يعني الاف المذكرات الاف القصاصات الورقية اللي انا كاعد فيها كل افكاري تأملاتي اشياء في خاطر اقولها بس ما توعطيني الفرصة اني اقولها بطريقة صحيحة يمكن اخاف انها توصل بطريقة مش نفس ما انا فكت وعد اكتب ايه الين ما كانت الدفعة القوية اللي قلت لا انا لازم اكتب شي لاني انا مساءلة قدام رب العالمين انا ليش عندي علم او ليش عندي كلمة زينة ممكن تأثر في حياة بني آدم واخشها او اني انا مثلا ما اقولها الا عن طريق مثلا الاجتماعات مع الاسر او مع الناس صديقات او يلسات مثل هذه او يلسات مثل هذه ليش ما اكتب عن التوحد خصوصا اني يوم اكتشفت حالة ولدي اللي عند التوحد وركضت على المكتبات ما حصلت كتب يعني تتكلم عن التوحد بطريقة انا افهمها كامو انا انسان عادية انا مش عالمة او دكتورة كل الكتب الموجودة طبعا كتب علمية بحتة وكلها تقريبا ما فيه اي تغييم ما تراوينا العالم الاخر والكتب العلمية معقدة مش سهلة تفهمها الصراحة صحيح صحيح يعني انا كنت كثير مثلا سواء كتب عربية وعلى جنبية اتم ارجع على جوجل اترجم عشان افهم وما تقول لك كل شي وما تقول لك الجانب الاخر من التوحد الاسرة شي شي يكون فيها كيف حياتها والله وايد مهام والله وايد مهام ايوة اناس تقدر تستوعب احنا ما حد كنا كان فينا مستوعب عند كلام كلام قبل 14 سنة تقريبا فابتديت في الكتابة بس فانا ابو افهم شوية عن نشأت يعني انت يوم كان عندك الشغل في القراءة والكتابة وكنت تحبين يعني اللي انا فهمت الحين انت كنت دايما تاخذين وقتك لانا انت لغت ممكن المخاطبة عندك والحوار مختلفة صحي بس هس تحسين انت يوم ربيتي في البيئة اللي انت ربيتي فيها كانت كان في محفزات تساعد ان انت تلجئين للكتابة هل هاشي مثلا هل تزرعوه فيك او انت روحت اكتشفتي يعني كيف اكتشفتي كيف كانت لحظة يعني القراءة هي من زمان يعني لان اختي الكبيرة ما شاء الله عليها يعني قارئة يعني من زمان وهي تتكره تحب تتكره لكن الكتابة انا كنت تتحرن كل الناس يعني يجي يكتبون لازم يكتبون هذا شي طبيعي انو انا صغيرة والله حين ما يقدروا يكتبون السطر هي والله لكن اللي اكتشفتها شيء معلمتي مات اللغة العربية لاني انا في المدرسة تذكرين اسمها؟ كانت مسعبير توجه لها تحية مسعبير انا يعني اتمنى انها تلاقى بيها مرة تانية كانت عندي من اسمالي حصة الانشاء احنا كنا نسمونها انشاء احلح بصة ومثلا اذا هي مثلا تعطينا تقولنا في عندكم ثلاث مواضيع اكتبوا في واحد منهم انا اكتبوا ثلاث مواضيع وكانت دايما تشجيعني لانه يعني كانت مواضيع مختلفة حتى طريقة الكتابة او يعني الافكار المختلفة اللي اكتبها كانت كثير يعني هي تحبها ودايما حتى البنات كان يقولوها مس مس خلي يمان تقرأ اول وحدة حتى هم يعني مستمعين يحبون القصص هي هي وايد كانوا وانا كنت وايد يعني استانس على هالموضوع صحني كنت حصة الرياضيات مش وايد وحصة العلوم بعد هذا لكن كنت في الموضوع الانشاء والكتابة هذا كانت حياتي فأتذكر مرة قالتلي انت بيكون نتشان عظيم في الكتابة استمري بس سبحان الله انا ما كنت فكرت ان انا فعلا ما استرعبتي ممكن هالستيتمت انا كنت مجاملة يعني او الله علم الحياة كيف بتوتيني وما كنت عندي الثقافة الواسعة ان هذا الكاتب شو ممكن يسوي شو ممكن يكون تأثيره هالنحالم شو اهمية الكتابة يعني اعرف انه شي حلو لان انا اقرأ واحب اقرأ لكن ما كنت عرف انه ممكن يعني بالنسبة لي اليوم اشوف ان الكتابة والقلم والقراءة سلاح جبار 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 جدا ايوه وسهل الوصول لكل الناس يعني اي حد ممكن يعني يقرأ كلام يعني يتأثر يغير سبحان الله من حال لحال بس ليش اخترت اللغة العربية بالذات اللغة احنا عرفنا موضوع مثلا كتب معينة بسبب انه كان في عدم توفر الكتب مثلا عن التواحد بس اللغة العربية هل كان لانت عارفين الاحين ان احنا مشكلة في اللغة العربية صحيح انا اكيد انا من يعني اولي المسجعين للغة الام اللغة العربية معاني الفكرة انا في البداية كانت حصلت صعوبة يعني انا اكتب لغة العربية الفصحة لاننا نحن دراستنا كانت كلها بالانجليزي مجال العملي كان كلها بالانجليزي في يوم ميت انا اكتب اللغة العربية الفصحة وستكون لغة عربية صحيحة وما يكون فيها سواء لغويا أو نحويا يكون فيها اغلاط درست سنة كاملة مع دكتور في الجامعة دكتور لغة عربية كنت اراد تغتقيبا الكتابات اللي أنا كتبت وكان يعلمني يعطينا الحصص نحو من أول وديد والصرف وهذا أكيد أنا مساءة لكتاب رب العالمين قبل أي حد على البني آدم هل راح يقرأ كتابي صح أم لا؟ واللغة العربية بعد مثل ما قلت فيه نخص إحنا عنا في المحتوى العربي اللي له فايدة مجتمعية بس نفس الوقت هاي جراءة ترى لأنه ممكن أنت مثلا الكتاب اللي تسوينا بلغة العربية الإنجليزية الإنجليزية ينباع أكثر أنا أعطيتش أكزامبل ممكن الإنجليزية ينتشر أكثر بس الكتب العربية ووايد بطيئة في التوزيع والبيع والنشر والأمور هاي كلها وفيه تحديات لكن أنا حب جراءتك صراحة لأنه فعلا هالمواضيع محتاجينها بلغة العربية وبعدين الكتب تترجم أنا ترجمت أورت الكتابي يعني أول رواية هذي اللي هي ترجمة الإنجليزية أنا كثيرا طلبت مني 50 يعني فيه ناس يقولون أجانب صراحة يقولون إحنا خاطرنا يعني نقرأ الرواية سنستفيد بعد لكن هي موجودة بالأعربي فيكون بالنسبة لهم صعب والترجمة البعد لغة برايل ما شاء الله هذا الشي جميل تعفين شو الشي الحلو أنه يعني الناس ما يدركون أهمية البيئة والناس اللي حوليت وكيف يدعموتي كيف أنت تصيرين اليوم بسبب هالناس يعني مثلا مسعبير قالت لك شي شي خطافي كانت ملاحظة طنج في المدرسة يعني حتى المعلمين والمعلمات اللي هم دور في هالشي يعني ممكن هالشي أثر فيك بس ما كنت يفاهم الستيتمنت بس عقب الحين عرفت إنه هي كانت شوف فيت شي فهاي بعد رسالة أنا بوصلها صراحة على الناس اللي في الجهات التعليمية يعني يشوفون الطفل عنده موهبة ادعموها ادعموها لو بالكلمة صحيح صحيح خبروا أهاليهم ترى مرات بعد يعني مثلا يعني هالشي أنا ويدة لاحظة على فكرة ويدة ناس يقولوا لي أمهات يقولوا لي والله المدرسات قالوا لنا إن بنتنا تشي 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 ولا ولدنا تشي 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 هم ما يعرفون في البيت أقولوا من زين ترى هاي معلومة ويدة مهمة معنات أننا لازم نستثمر في هواياتهم ومو بشرط يكونون كلهم ترى زينين في الرياضيات والعلوم وهذا ترى فيه عندنا أماكن ثانية الواحد يبدأ فيه أشكرت والله يعني أنا ما عندي هالقاعدة أو أحس هالشي ويدة مهم صحيح فأنتي بديتي تكتبين من عمر يعني أنت كنت تكتبين مذكرات شخصية مذكرات أي أو أفكار أو أي شي مثلا ما يعيبني مثلا في أي مكان أو أحسن فكرة معينة مثلا أحسن لو تتطور بيكون أحلى بس ما كنت تخليها حق نفسي يعني ما كنت كنت خجولة وايد يعني أنا يعني أقول هالشي ممكن حق مدرسيني صحي كنت أشاركهم هالشي بس الأهل في البيت كانت تعرفين التفكير هذا لا أنتبهي على دروسك الرياضيات أهم شي ويعني أهم شي لأنه صعب بالنسبة لي يعني أتعلم الرياضيات اللي تنفعني في حياتي العامة لكني أنا أنا ما أريد أنا مش الإنسان اللي بيكون مثلا عالمة فيزياء أو كذا فأنا مجالاتي شي مختلف أدبية أدبية صحيح بس فكنت أشارك يعني مدرسيني أو مثلا صعبت الأحيان أختي كذا تتذكرين قصة أو شي كتبتيها في طفولتك أو في المرحلة الدراسية يعني شي حسيتك أنت ويت فخورة فيه وعرضتني مثلا في المدرسة تتذكرين شي من قصصتش الجديمة؟ أو مش شي شخصي كانت في قصة أو في موضوع إنشائي نتكلم على أهمية شباب الوطن والتحديات اللي ممكن نواجهونها وكيف يقدرون يتطورون فأنا ذكرني كتبت شي أنا بنسبة لي شي يعني زين لكن هذا كان المدرسة وايد عيبها الأفكار اللي أنا طرحتها وقالتلي إيمان أنت يعني قادر تفكرين فعلا خارج الصندوق ما في حد يفكر بها طريقة أنه ممكن يسوي هالشي فعلا لكن سبحان الله يمكن في يوم الأيام فعلا هالأشياء لإندي كاتب تنهى تصير وأذكرني كرموني في الإذاعة هم ما شاء هي بالله على الموضوع هذا أنه موضوع جدا حلو يعني مدير روادستان سأتوتين فكان حلو الشي فتذكرين بالضبط شو كان مثلا أنا ذكرني أنا أعطيت ويد أفكار أنا شو ممكن الشباب يطور شو ممكن يسوون والله ويد حلو أنا حين خاطر لازم دورين هاي المذكرة والله لازم تنشرينها أصلا لازم تنشرينها إنه في السابق شوف إحنا وين أنا متأكدة أنه ببعض الأفكار اللي أنت طرحتيها يعني في هذاك الوقت أكيد صارت اليوم يعني يعني يمكن أنت روحت حتى يوم تأخذين وقت تشو تسترجعين كل هالأشياء تقولين ماشاء الله شوف إحنا وين وصلنا كدولة كشباب كعيال البلاد نزين وبعدين دخلتي العمل البنكي مثل ما قلنا نزين أنت عندك هالموهبة بس ما كنت تعرفين أن أنت شو بتسويين فيها كانت بينك وبين نفسك صحيح صحيح دخلتي النظام في العمل البنكي راتب أنا عارفني كان عندك منصب ويد مرموك في المجال في المكان اللي كنت تشتغلين فيه كنتين شو صار بعدين الله رزقني بأحمد أحمد أول واحد لا ثاني واحد ثاني واحد أول واحد ملدري كبير والذي الكبير هذا من ولد ما شاء الله كان عطاني فكرة غلطة عن الأطفال لأن ما شاء الله هو يعني سبحان الله يا رب العالمين يعني يعطيتش كل أنواع التحديات كان طفل ما شاء الله ذكي جدا وأنا شايفة حياتي كلها بيرفكت أنا كنت يعني دايما أقول لازم أسعل كنت أشوف كل شي أن الولد لازم يكون الأول على المدرسة وشاطة عنده هوايات إصباحك تايكوندو وحافظ للقرآن وكذا وأنا لازم أجتهد بالشغلي عشان أوصل شي معين لأن كل شي لازم يكون بيرفكت في خطة اي وأنا شعب الحياة ماشية سموث وعلى قد مجهودي أنا قاعد أحصل فما كنت أقبل بأنصافي حلول ولا الرمادي ولا أن هذا لازم يكون كل شي عندي طوب هالنظرة كانت جداً غلط أبأتكلم عن هالنظرة أكثر شوية ليش قلت إنها النظرة جداً غلط لأن أنا عندي تجربة مماثلة لأن الحياة مش جيد الحياة أبسط من أن نحن نقضيها ندور على البرفكشن نحن ليش في الجنة وما في حد كامل ولا في شي كامل نحن للأسف بعض الأحيان يكون عندك صفحة بيضة كلها فيها نقطة سودة تخلينا صفحة البيضة وتشفين نقطة سودة وتخسرين وايد من جمال اللوحة البيضة وهالشي وايد غلط إحنا لو تمناها مركزين على كي شي يكون بيرفكت يكون صح ممكن فعلاً يكون صح على فقه يكون بيرفكت أراضي بس إحنا ما نشوفه يعني القناعة أنا أقول للقناعة هل تحسين هالشي بعد ضغط عليك نفسياً؟ قبل هي قبل وايد وايد وحتى أسرتي كانت تحس أن إحنا يعني كان ربيعات يقولي إحنا حاسين يعني إحنا نحن عندك نحس أن البيت عبارة عن طابور صباحي مدسة برنامج عسكري وفي نفس الوقت مستشفى لأن كل شي لازم يكون نظيف ومرتب وليتات كلها مأتب حاسة في تعافين لش لأن أنا ربيعت بعد في بيئة أنا ليش قلت لك هذا الموضوع لأن أنا روحي يعني مريت بشي أنا مريت في بيئة يعني أو ربيت في بيئة كلهم منجزين ما شاء الله كلهم منجزين كل واحد في مجالة كلهم جنود خلف الكواليس ما يحبون لكن لازم تنجز إذا ما نجزت مصيبة فأنت يعني تعافين الناس كيف يحددون قيمة الشخص للأسف الحين بكم عنده في حسابه نحن في بيتنا كان أنت شوز نسبة الإنجاز عندك فهاش شي كان من صغري مسول لي وائد يعني أنه لازم أكون أفضل طالبة أفضل موظفة أفضل كل شيء أفضل لازم أكون بيرفكت في كل شيء وما في شيء وصلت مرحلة ما في شيء يمزرعيني مشكلة تحسين نفسي تركضين ترهزين عشان توصلين إنجاز على ساتس أن أنت تحصلين التقدير اللي أنت تستاهلين مع أننا في إنجازات نحن نسويها بحياتنا بسيطة بس تكون إنجازات كبيرة بس نحن نشوفها وائد عادية هي ليش لأن إحنا خلاصنا نسعى للطب أنا أتشوف ربة الأسرة اللي طلعت من بيت أبوها يعني خلصت جامعة وقعدت ما اشتغلت طلعت من بيت أبوها وقدرت تروح بيت ثاني زوجها وتسوي أسرة وتربي وتنتبه على زوجها وعلى عيالها وعلى بيتها وعلى كل شيء هذا إنجاز عظيم عظيم صدق تطلعين من بيئة لبيئة أني أنت تحملين مسؤولية وتأسسين يعني تأسسين بيتي دين أيوة أيوة صدق هذا بروح إنجاز فضيعة يعني أنا ما شوفنا شيء بسيط الطفل في الكتاب أو كذا وساعدنا في حاول يقرأ أكثر وهذا وأنجز هذا إنجاز ضيعة وعظيم أي عادة سيئة إحنا نسويها حتى لو كانت بسيطة مثلا لديناك الحلاوة مثلا كل يوم الله أنا بقرر لأن أخص ما باقي حلاوة كل يوم باقي اليوم ويوم هذا إنجاز المفروض الوحدة تحتفل بإنجازاتها وما تصغر من أي شيء هي تسوي وقدرة أن يتسوي ومش شرط أن إحنا والله إحنا يكون أدنى أو صدنا في البنك مسكر أو أن إحنا هذا إنجاز أنا ما أقول هذا مش إنجاز بس يعني إنجاز لكن ما يكون أن هذا السعي المقياس الوحي المقياس أيوة هذا المشكلة أنا أقول اشتعبت فيه وائد هذا يعني يمكن أن أعمري 28 سنة أنا حين شوي بستوى 40 بس يمكن أن أعمري 28 سنة 27 سنة أدركت هالشي أدركت أني أكون أثكى وحدة في الميتين ولا أشطر وحدة في الكلاس ولا مش أحسن شي لي أنا ككوثر قمت الحين وائد أغير في حياتي لأنني حسيت أن فيه ضغط نفسي أني لازم دايما أكون the best of the best والدنيا فيها مثل ما قلت وائد أشياء ثانية بسيطة هي تعتبر إنجازات كبيرة وأنا راضية عنها وأصلا تفرحني أكثر صحيح فهل تحسين أنت كانت حياتك هذي الله رزكتش بأحمد عشاني علمت درس كف كان لا فوقي الحياة الحياة ترى بعد حلوة يعني أحمد كان هدية ويدة حلوة من الله بس أنا ما كنت شايفة هالشي أنا للأسف في البداية يعني أول ما هذا كنت خذيت الموضوع بطريقة سلبية أني أنا على حسب قول بعض الناس للأسف تستاهلين الله يعاقبك شوفي أنت شوفي كيف الناس بعد تفكيرهم كيف هي الناس السيئين يعني فيه ناس طبعا لا يعني أكيد فيه ناس وايد يقالوا لي لا وهذا ابتلا وكذا 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 بس فيه ناس قالوا لي وليك هتقول أنا شو غلط أنا شو سويت يعني أنا ما سويت شي غلط عشان الله يعني حتى أنا ما شوفه ابتلا أنا ما شوفه ابتلا هذا الدرس بناسباني أنا لو ما كان عندي أحمد والله كنت تتمنيت يكون عندي أحمد يعني أنا حياتي كلها وحياتي قائلة كلها صارت أحمد وصار محمر حياتنا لأن خليتك أنه هو ما شاء الله عليه إنسان حين منجزه وحارب بعض أشياء وهذا هو غير لي منظرتي للحياة أعطاني سلام داخلي أنا فعلا كنت كنت حاسة نفسي إن أنا في عجلة دوامة لازم أزع وأركض أركض 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 وإذا ما حصلت لشي أبا أني أنتكس وأزع وكذا أحمد رواني إن الحياة جدا بسيطة أبسط من إن ناخذها على عصابنا وعلى يعني حياتنا إنها جدا بسيطة من نظرتها من نظرتها هو للحياة سبحان الله ما أدري كيف أي شيء سيء يجلبه أولا شيء حلو سبحان الله والله العظيم إننا يعني ما عند الكنسبت ما لأن في شيء سيء في الدنيا أنا يعني لا لا هو كي شيء حلو في الدنيا ما في شيء مبزين ما فين أشخاص سيئين لا لا كل ناس كل ناس زينين بس أعرفيش الشيء الحلو بعد أنا عارف إنه ويد أمهات ممكن اللي عندهم أو أهالي أسر يعني عندهم يعني أطفال في البيت من أصحاب الهمم ممكن يقولون إحنا شو سيناتكلم إنتوا شو سيناتكلم إحنا وضعنا مؤاد إنتوا مبواقعين بس أنا أقول هاي نعمة من الله يعني في ناس على فكرة ربع بعد يعني أنا عارف ناس يقولوا ناس ابتلاء أقولهم مشكلة الناس يفاهمين كلمة ابتلاء مختلفة يعني طريقة تفهمي أنا عن نفسي أنا أتشوفها هاي النعمة لأن الله عطاعت شخص إنتي تموتين علي وتحبينا وبسوينا لي بسوينا عشان علمت الدرس أقرب لك من الغريب صح يعني أنا أتشوف تشي شخصيا أتشوف أن الله يعني أعطاتش هاي النعمة عشان يفتح لك آفاق مفتش صح ونسبة أنت قلت محور الأسرة كلها وستوى محور الأسرة كلها فسبحان الله يعني الأوضاع هاي أو المواقف هاي تيبلت الرحمة طرق مختلفة صحيح أنا هاي اللي أحسه منك وأنا شفت في ناس بعد أعرفهم أحس سبحان الله هاي شي ترى هو وايد مجهود وتعب وكل شي وهذا بس يوم تفكرين فيها لونك تير مختلفين نعم هي نعم وفعلاً صح بعض الأهالي وأنا ما ألومهم شوفي سبحان الله كل واحد على قدراته واستيعابه وكيف هو عاش حياته أنا فأنا أبدأ ما أحكم على إنسان كيف هو تقبل هذا الموضوع كيف قادر يتقبل أو مش قادر يتقبله أنا خذيت وقت لما قدرت أني أتقبل أيوة أنا عندي طفل من دول همم أيوة راح يكون مختلف أيوة ما في علاج من الحين يعني أنا بيكون عندي جرون أب مان بعقل طفل صغير يعني بيكون عندي بيبي فور مدرس ومي لايب عرفتي هالأشياء كلها عشان أتقبلها خذت وقت وطبعاً أكيد كان عندي دعم نفسي كان عندي يعني أنا قد ما قدرت أني أنا قوي صلتي برب العالمين والأكسبتنس وهذا كله وسيلاس ما عندهم الأشياء كلها ما عندهم دعم ما عندهم دعم اجتماعي ما عندهم ما عندهم وأنا أحذرها وأقول الله يكون في عونهم فليش ما أنا أكون يعني شوية أعطي يعني بارقة أمل أعطي حتى لو بكلمة ففي ناس كانوا قبل يتصوم فيني قبل حتموا بيع رواية أنا كنت نفس لجنة يعني أمهات أطفال دوي الهمم فكان يتصوم فيني وعيد ناس من داخل الإمارات حتى من خارج الإمارات لو شو نسافوا أنا والدي كذا كذا بعضهم هم عارفين شو يساون وعارفين شو والخطوات المفوضة يتخذونها بس هم بس يبون يكلمون يبون يحسون أن في حد يسمعهم ويفهمهم يفهمهم أكثر من بس يسمع أنهم نفس ما يبون يقولهم خلاص لازم تكون تعودت على شو يعني المشكلة أنت يعني أفوري أكتن ما يبون يسمع هلكلام ما يبون يسمع هلكلام يبون يسمع أنا أين درسانت صح أنت عندك شي تحدي ويد كبير الله موجود وإن شاء الله ستفعلني كذا وأملي كذا وأنت ما قصرت بشي أنت ما أدنى بشي هاي أكثر كلمة نحنا لما هات كلنا في أحسن مكان وأحسن صحة وأحسن كل شي بس في أشياء مثلا في الموقف هذا خارج يعني أنت ما تستطيع نستطيع شي أنت لازم أنت ستتعاملين الحين مع الشخصية التي تعرفينها فأنت يوم كنت في الوظيفة والله رزقتش بأحمد على طول قررت أنت تتركين الوظيفة لا لا ما كنت أكتر وقتها أنا أترك الوظيفة كنت وقتها يعني كان طبعا أنا أعطي وقت أكثر لأحمد وأشوف كيف أقدر رتب أموري معاه كان بعد من ضمن التحديات اللي واجهتني في عملي أنا في البنك أنا تركت الوظيفة وقت البنزاميك الكورونا لأن أحمد وقتها المراكز التواحد سكرت والمدارس سكرت فتوهكتي ما عندك حل ما عندك مساعدة ما عندك سبورت أيوة وأذا أنا ما بخلي شغل كم من سنوية أحمد بيروح أطفال التواحد دقيقة محسوبة يمكن أن تبلينك لأن اليوم تلاغم تيه مهارات حياتي ويأشيك لم توقف لأزم بسرعة يعني ومش نفس الأطفال العادين متعلمين الشيء خلاص يعني بي إنسا مرة مرتين بي إنسا خلاص بي إنسا أمورها طفل التواحد لا من غير توقف تعفينيك تتطوع في مراكز التواحد عشان شي عندي ويدخل فيه في التواحد وطلع كل طفل يختلف أنا الثاني بس مثل ما قدلت ما كان أكتر ما كانت أكتر تقاعد صح أني أنا قلبي عورني شوي لأن الحمد لله مثل ما ذكرتي أن أنا كنت وصلت وأنا ما وصلت للوظيفة أو للمكان اللي كنت فيها هذي بس جي منه الدرب أنا بطلت البنكي من الصفر يعني اجتهدتي على المسير المهنية دائم هي نعم يعني أنا بعد ما خلص دراستي درست بانكي ودرست بزنس وبتديت يعني موظفة بسيطة جدا جدا أبسط موظفة في البنك وتعلمت شوي 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 يالين وتجتهدت كثير يعني سحانا أوصل لأن أنا وصلت لها وليوم يوم ما وصلت له المكان أنا بطلت وكيف كانت ردة فعل الناس يوم قلت له من أنا بطلت لأنه لازم أقوم كلهم يعني أنكروا عليها شيء كيف وعقب ما هذا وخلاص وولدت تراويان يعني النانيس في البيت وكذا ما أقدر وكت خايفة ما قلت ما قلت خايفة يعني كت خرار صعب يعني كيف وأنا عرف أني ممكن ما أقدر بد أن أرجع مرة ثانية ومو بتتيب عين في الأمان في الأمان المالي بعد هي ما قلت في الحسبان يعني ما كت أنا مرتب أمولي أوكي خلاص أنا كذا أنا كت أدري أنا أوكي في يوم الآن بتقاعد بس كت يعني شوية الخطوة شوية قدام يعني شوية قدام كانت عمتي أمور معينة بخلصها وين خلاص لكن ما قدرت كت شوف أحمد صعب أن أتركها ولا حتى دقيقة كان وقت حاسم هي ما أقدر يعني تعرفين حتى أحمد لليوم ياخذ جلسات تخاطب وتعديل سلوك وكذا 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 ما يتوقف في استمرارية وكفت فلازم من يشتغل معه صح أنا زي ما مش أنا اشتغلت معه خلاص فولدي ولا البنك وما يكرير لا ولدي بس بحره فيك صراحة هذا قراره مبسهل لأنه مثل ما قلت فيه الأمان المالي وفيه بعد ما تعرفين تحقيق يعني أنت بينت تعطين أكثر بس اخترتين عطائك يكون متوجه في مكان أكثر أهم بالنسبة لك وهذا شي يعني يعني بالعكس أكبر تغيير له سبحان الله يعني فرحلتي كلها يوم شي يعني أفكر فيها أقول سبحان الله رب العالمين يعني ما في شي نقصح وما يتعبض من صوب ثاني أنا يوم قلت بك عشان أحمد كان عشان أحمد يتعلم يدرس كذا هذا كان أقصى لأنه ما يكون فيه تراجع في حالته يعني لكن كان أضعاف أضعاف وعنك متخيلة أحس رب العالمين يعني يططب علي اللي هو أول أول لا تزعلين هنا في أشياء ثانية فأنا وعندي ثقة كبيرة في رب العالمين طول ما أنا قاعدة أنجز يعني أنا قاعدة أسعى مبني أنا بس ياسا وقل يا الله يا ربي عطيني لا أنا ياسا أسعى ما وقفت والعوض أترايا من الله فالحمد لله عوضني في أشياء وائد موش بس أنه في أحمد كون بعد أن عيالي الثانين الحمد لله في دا بسألت عنهم بعد هي يعني رغم أن أنا صراحة أنا كنت تركيزي أكثر فعلا مع أحمد لكن أنا أقول سبحان الله هذه طبعا بتعم بعيالي ضيح فضع أقول أن هذه يعني قادين ينشؤون نشأة صالحة أقل مجهود مني يعني أنا أشوف أمهات الثانين يعانون مثلا أقول لي ما يدرس والدي ما يسمع الكلام والدي أنا ما أقعد أعاني في هالشياء العيالي الثاني سبحان الله بس أحس تعافين ليش أيمان لأن تكلمتي عن الدعم الاجتماعي الدعم المجتمعي والدعم الأسري والدعم في أشياء وائد مهمة بالإضافة للأشياء المالية هذا الدعم يعني تعافين شو هم شافوك عيالة شافوك قبل يعني أنت موظفة شافوك كأم شافوك أنت كمتقاعدة وشافوك أحين ككاتبة بعد فأحس بعد هال الأشياء العيال يتعلمون منها يعني هم يشوفون هلهم كيف ومثل ما قلت يعني أبو العيال بعد هاي شي وايد مهم ترى فهم أكيد مقدرين اللي أنت تسوين وياسين هم بعد تعلمون ترى دروسهم ورواحهم بهذا التحدي يوم يكون شخص عندك من ذو اللي هم في البيت هذا التحدي مو بس حق الأم والأبو لا أكيد أنا دايما يقول حق عيالي بعض الأحيان يعني أقول ترى ترى نجاح أحمد هذا مش نجاح أحمد بروحة ترى هذا نجاح كلكم فيه صغار ثمانة وتساعد أمك أنها رغم أنها مش معاك لكن أنت تنتبع على صلاتك ودروسك وحياتك هذا شيء كبير أنت تحمل ماما تغيب عنك بعض الأحيان مثلا أسبوع سبوعين يكون أحمد عندها يعني أفنتات خارجية أو شيء وماما مش عندك وبعك تتمنت ولا تشاطر هذا ويد نجاح وأنا دايما حتى يعني حتى يوم أحمد ينجح بالشي مثلا سابقة أو شيء أي بحكم كلهم هدايا حلو أقولهم شوفوا إلعشان أنتوا أنجستوا بعد أنتوا ناجحين فتحصين هذا الشي ينعكس عليهم ينعكس على تعاملهم ويا أحمد يعني يدعمون يلا أحمد نبوه هدايا أحمد سوزين ترى أحمد إحنا كلنا بنفوز إحنا كلنا بنجح هاشي حلو زرعتي فيهم هاش شيء صراحة واي حلو الحمد لله إن زين متى خطوة الأولى وقلت فيها أنا أبا أبدأ أكتب وأبا الناس يعرفون عن كتاباتي شو كانت اللحظة هاي ليش قررتي غير غير ما كان في كتب موجودة عن موضوع التواحد وها يعني أنا عافلت بين شاركين الناس وتبين هذا بس شو كانت اللحظة الحاسمة يعني شو هي اللحظة اللي قالت اللي قلت فيها أنا بأخذها الخطوة وبتكلف وقت وفلوس وكل هالأشياء كلها ويمكن رفض حتى من المجتمع يمكن ما يتقبلون كتاباتي شو كانت اللحظة شو كان شو كنت تفكرين يعني فيها اللحظة شوفي كفت أنا أحب العطاء يعني أنا من صغري فيني وايد وصراحة أشفق على الناس اللي ما يحسون بقيمة العطاء من غير مقابل لأن أنا من تقول هاي قمة السعادة الجرأة اللي يتني متى متى جرأت أني أنا بكتب ومثل ما تيت كان سبحان الله بالصدفة كنت رايحة على مصر أحضر معنا في الكتاب ومالقاهرة وبالصدفة كان فيه كاتب يالس عداننا أنا وقت رايحة لأختي كاتب يالس قدامي يعني وفاتح كتابه وكتابه هذا يعني هو اللي فيه صورته أختي تقول لي يتعبعد أنا للكتاب بالنسبة لي شي أشوف كاتب كان يتقولي شايفة عالم ذر رمضان وليش فتقول لي تشوفي هالريال يا سيكرا كتاب قلت له قالت لي تلعب يقرأ هو الكاتب قلت لي يا سيكرا كتابه والكتاب يعني التايتن مالا شدني فقالت لي قوم يسئلي كيف يعني أنه كتب قلت له أنا أستحي يعني كان بعدني فيني لهذا فقالت لي أنا بأسأله فراحت قالت لها حضرتك فقالت له والله أختي تحب القراءة وتحب الكتب وكذا فالمهم فتكلم معايا قلت له والله أنا عندي طفل من دولهم وهذه قصتها يعني كان أحمد ابتدى أنه يتعلم الموسيقى ويعزف موسيقى وابتدى ووايد ناس مثلا يتواصلون معايا أنه كيف ونحن بعد عيالنا كذا وكذا فقال لي كلمة قال لي أنت مش على كيف أنت تكتمين هذا العلم وهذا أنت واجب عليك أنت تنشرين هالموضوع عشان تقصت ولي تكون إلهام وتساعد ناس أنه مثلا إذا فيه ناس بعضهم يكونون خلاص أحبطه أو خلاص يجبه أنت إيمان ترى قصة إلهام يعني لا تنسي العمرك في الموضوع الحمد لله أنا أشوفت يعني أنا أشوفت صدقيني وويد ناس سراء بس يمكن ما حد قالت هو أنا أشوف أنا قصت أنا هو من خلال أحمد يعني من خلال التحديات اللي واجهتني مع أحمد وكيف الانكسارات والنجاحات وهذه كلها الله رحمها أمي كانت تقولي تقول لي أنا ما كنت أصدق أن أنت إيمان بنتي الفرفورة اللي كانت تصيح من أقوى الكلمة وما تعرف تروح ولا ترد ولا كيف كيف يعني أنت قدرت تكوني هالقوة فالحمد لله أنا حسن يعني كان أحمد عطاني هالقوة وراواني جانب من شخصتي أنا ما كنت ممكن تعرفينا فكانت الله يسلمت هذه فقال لي اكتبي اكتبي عن كل شي فبتديت كيف تديتي يعني شوفي أنت تكتبين كتب أقول صحيحي لها أدب رعب هاي بعدين كتبتها يعني أوش ابتديت فأحمد رواية أحمد بس رواية أحمد اللي شويت يعني أنا عطينا خطوة تعفينيش أقوليش خطوة يعني لو حين عندت شخص أم ثانية أو بنت أو ولد في بيتها يعني لسه عنده شغل في الكتابة بس مو يعفل من يبدأ هو أنا أولادي ما شاء الله الحمد لله يعني ابتديت معه خصوة بنات صغار وشباب صغار كانوا يسئلوني كيف طريقة الكتابة كيف أبتدي أنا أبا نحن يهويد لن نستطيع من ووركشوب أبا سوي ووركشوب سوي ورشات حق الطلاب بليز إحنا بس سوي شوية أنا شوية لأنه يقولي مضغوط بس أنا مثلا نحن في المدارس يطلبوني مثلا بس أحس حلو يعني بعض الأحيان أو سوي فيديوهات ربيعاتي سوي شورت فيديو ثقافية نزليها في السوشال ميديا والله صدق إيمان والله العظيم بس ما عندك وقت خلاص أحيب أنصور لت الفيديوهات مو علي درسز أور سفور أنا في عيالي يقولي سوي البودكاست كلم عن التوحد كذلك لأنه يشوفني أنا تقريبا عندي مخصصة يعني ساعة في اليوم بس مكالمات دعم الأهالي أطفال التوحد أو ناس يبوني يعرفون عن التوحد مثلا مدرسين تخيلين حتى في عندي مثلا أخصائيين للتوحد تتصلون بيني لأنه سبحان الله حلو الواحد يتعلم التجارب تجارب الفعلية مو بس دارتينها يعني نفي فيه فعل هذا هو فأنا حصلني مثلا يتقريبين أيوة ولازم تسويين كذا وشو في جارب يسوي كذا تتخصصين ساعة كل يوم تقريبا من ساعة من ساعة على حسب يعني وفيه ناس طبعا يأخذون معايا شهور يعني يحتاجين دعم ما شاء الله فهيو هذا استثمار في المجتمع أنت كفرت استثمرين لو أنا صاحة أحلى إنجاز يا كوثر يوم تتصل فيني تقولي أنا سويت أنا ابتديت أنا تغيرت أنا الحمد لله خلاص ما صرت أصيح بعض الرسائل الذيني على الإيميل مثلا الناس قروا وروايتي يقولولي إحنا كنا خلاص على شفل أنهيار بس يمكرين يعطينا أمل ونبتدي هذا لأنا في روايتي لمست أشياء موجودة في كل بيت معانا في كل بيت لكن ما حين تتكلم عنها ما حين تطرق لها يمكن الناس سبحان الله يحسون أن هذا شيء مش مهم نكتبها مثلا اللي كان يكتبون عن التواحد أو شيء مثلا ثانوي هو شيء أساسي أساسي أنت تتكلم أنت كأم كأخت كعمة كيدة كأصدقاء وعن بيئتنا بعد وعن بيئتنا صحيح بيئتنا يعني ولي المهم أن عادات قليلة هالبيئة التجارب المر فيها غير عن المجتمعات الثانية صحيح أني الناس لأنه ما كان كان قبل طبعا ما كان عندي موعي شو يعني توحد شكبر هالموضوع أنه ترى شيء كبير أن تكون عند الطفل غير نذا يعني أصحاب الهمم توحدة بالذات شوية تحدياته شوية يعني أحسها مختلفة وصعبة لأن الحياة كلها تختلف يعني مش نفس هذا ف ناس شيء يقولولد شو المشكلة يعني مثلا أنا مثلا كان وربيعاتي يقولولد يلا تحدي بنطلع طلعتنا الأسبوعية بنوح نشرب كافي ماذا شو أقول ماذا ما تقديني والله عشان أحمل شو المشكلة محد غيرها عندك وطفلتها وحدي هاي يلا طلعي معانا هادي خلي ولتتوية أبو خلي ولتتوية الشغالة هم فتفهمين هم مش قادرين يستوعبون فمرة من المرات تصورت لهم أنا وضع كيف في البيت أنا هذا وضعي أنا يعني طبعا أحمدهم كانت صغير كانت يعني العصبية والحالات هاي هاي العراض يعني عراض توحد هاي همهم ما يعرفونها يعني ما كانوا يستوعبون مثلي أنا ما كنت عارب شي يعني توحد يعني كنت يما نشوف مثلا إذا كنا نشوف الطفل مثلا في الشارع يصرخ ولا يفر نفسه هذا ولا يضرب نقول مدلع مدلع أموم ربينا أنا وليس سمعت هالكلمة لكن أحينا لا طبعا هالكلام من زماني يعني أحينا أصلا أبدا أبدا يعني أنا ضد أن الواحد يحكم على أي بني آدم على أي شي أتفق معاش حتى أنا تعلمت هالشي قبل كنت صراحة بقول يعني أنا كنت أقول أه شوف كيف أكيد مدلعين ناس ما أنت قلت لي مدلعين ولا ليش ما معلمين أداب الأماكن العامة والأموم ربه صحيح يعني مثلا صحيح عقوب يوم قلت لك أنا كنت أتطوع في مراكز التواحد وصادفتني حالة ما أنساها لأن أنا كنت متطوعة يعني أنا من جود شخصي كنت أسير بس أتطوع بهدف أني أتعلم أكثر عن التواحد وأخوي العود كان مهتم في التواحد فأذكر أن يعني تعفين يوم تتعاملون مع أي طفل أو أي شخص عنده توحد خلاص تجنة أنت في تحتي في مخة مكان كان لك في تحتي صحيح فكل مكان كتأسير أدقق على تصرفات الناس ما أحكم بس أقول الله يعلم شو يعني مثلا ومرة واحدة من الصديقات يتقول لي والدي كلها يعظ والدي كلها يعظ وصغير كانت كلها تتشكالي كلها يعظ مفشلني جدام الناس ومفشلني ومدرشوا 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 وأنا كانت ما عندي الجراءة أقول لها أنت لن تستويين أساسمت تستويين تحاليل وها تشوفي يمكن عنده توحد لأنه عنده كان سمتم أنا كنت أتشوفها مثلا ما كانت تطوع اللي كنت أروح لها المراكز فكنت أشوف سمتم بس أنا مش دارسة هالشي بس يعني تعلمت بعض الأشياء أو قمت أدخل بعدين قلت لها قلت لها أنا ما بتتزعلين مني ولا هذا بس تقدر أنت سويت يفحص حق ولدت يمكن هالبيهيبيور الاشيو ترى مش يخص الرياكشن أو سمتين يعني شي ردت فعل من شي ثاني زعلت مني صراحة هي أول شي قلت لنا أنت كيف وشي وهذا لا ما في شي ولدي ما في شي عقب سارت بروحها من نفسها عقب ماندل كمان شهر واتصد فيه قلت لي كوثر سامحيني أن أنا فهمتش غلط لأن أنا بعد يمكن ما عارفت كيف وصل لها المعلومة لأن أنا صراح كنت من حرجة ما عارفت كيف أقول لها لا أمي خصة كيف وصلت للمعلومة بس هذه هي شايفة وهي عارفة بس هي كانت عايشة مع دينايل دينايل بعدين يوم سارت وعرفت قلت هي طلع ولدي في توحد وهذا شفت حتى نظرتها هي كيف تغيرت أنه قامت ما تقوله أنه ولدي شيطان ويعظ قامت أنه تشتغل على البيهيفي ركشن و فأنا يعني أتفقي أن الواحد لازم ما يحكم مع الناس ما تعرفين شو ظروفهم ما تعرفين أوضاعهم أنا من ضمن الأشياء اللي غيرتني في أحمد يقولوا لي شفت بنت فلانة ويتدلوعة ليش شيء أمهم دلعتنها أقولوا معذروها مثلا الأم هذي تعرفين بعض الأم هذي يقول مثلا عاملة وشغلها ضغط وايد أنا رفتي مثلا وهي أم صالحة وكل شيء لكن انجبرت أنها تشتغل فترات طويلة فالشوية التي قاعدتهم مع بنتها تعطيها تغرقها بالحب والحنان والهدايا وهذا تحاول تعوض عن الفترة عنها يمكن صحيح بنت هدلوعة خالها تتلع شو مشكلة المهم أن هي بنت مؤدبة صحة هزينة تعليم هزين خالها تتلع على حسنة شو مشكلة ليش تحكمون عليها صح والله صح كل واحد عنده ظروفة أنا يعني خصوصا للأمهات يعني أكثر شيء تعبهم تلويم يعني أنت لو شو ما تتسوين حق ولدك دامن هي يمكن يعطي تأكل مبزين يمكن لو سويت شيء لو تسرعت فيها نانس طب هالموضوع مؤلم على فكرة ويخلت ما تقدرين تشوفين أشياء زينة مؤلم ومتعب أيوة أنا لين اليوم على فكرة فينها الشيء أيوة أنا أقول حق لي كذا وكذا لو سويت كذا والله أنا ندبانة أنا غلطانة يقول لي تعال هنا انتي سويت كذا سويت كذا هي والله صح سويت كذا فحسنا تحتاجين حسنا أنا أقول لأني أنا أنسى أنا أتوى أشياء زينة وأنسى لأنه شو تتوقع بعد التربية بعد إحنا عندنا نحريم هالنظرية وقريت كتاب عن هالموضوع وويت تعلم صراحة منه مضرش لك بعد عندنا هالكتاب أو يمكن قريتيه بعد ما يحضرني حين التايتل ما له بس الكتاب يقول لك إن الحرم بشكل عام وكي والأم بشكل خاص إحنا نسوي ويد أشياء وأحنا أصلا طبيعتنا مطلوب منا نسوي ويد أشياء في حياتنا اليومية صحيح فويد أوقات إحنا ننسى الأشياء اللي أنجزناها لو كانت بسيطة صحيح فدائما يقول لك لازم يكون حد ويات يذكرت إنه ترى أنت ويد ضاق طعمت أنا أعطيتش مثال يعني وحدة من ربيعاتي أنا أموت عليها ربيعتي شادا زين من أعص صديقاتي ويد أحترمها وأحبها وحنونة كانت توها والدة وحتى أمس كنت أقولها أقولها أنت رحين حامل في الولد يعني الثاني أقولها الله يعينتش أنت بنتك كيف تفدرم بعض لأن أنت لازم تروحين تربيين تقول أنا فكري ما أروحها ربي شو أسوي في بنتي قلت لها أنتش حديثة رحنا كلنا موجودين بس هي متعلقة ويد في بنتها بس شو اللي يضحكني يعني فيها ونفس وقت يضحكني بطريقة يعني تفخر هي حنونة ويد تنسى هي شكثرة تسوي المشكلة هي ما تسوي بس حق عيالها تنسى هي شو تسوي أقول لها ترى أنت أنت تفعل أم لاحظة أنا أذكرت تقول لي بس أنا كيف أسوي شي أقولها بعد فكري قلت لها خلاص روحي يسويها تعطي 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 يعني أستخدمها هي كمثال لأنه هي صديقتي وأشوفها جدامي وأشوف ويد أمهات نفس الشي نحن نسوي ويد أشياء وننسى صحيح حق عياله وعيال غيرنا وعيال الميحب أم لا أم لا أم لا لا أعيب الله ما أدري الصراح يا كوث يعني أننا ننتي تسوي كل هذا وبعدين ما تذكرين بس أنا ما أدري دائما أحس أن هاي بيئة طبي يعني تربيتنا بس مش كل الحريم شي يعني مش كل الناس عندهم القدرة هذة أنهم يعني يعني بهذه الطريقة بعض الأحيان يقولون يعني بريك يعني بلين لا تمنت لو مين نفسك حتى لو قصرتي من شي معين يعني لازم تاخدين بريك صراحة هو لازم لا أقدر من الله ناخد بريك صراحة معرفة تعبين كده أقول حكشادنا بحك اليوم وشان أسئلتني سؤال قال لي أنا لين حم أم أقتنع أسوي شي شي حق يعني أخلي حد ثاني يسوي شي حق بنتي ديليقيشن ما في ديليقيشن يمكن ثلاثين مرة زين ثلاثين مرة في الأسبوع إذا سويتها تسع وعشرين ما صدقني بنتي ما بتنزع زين تعفين لأن قلت الموضوع قلت بعد لو مرة واحدة فهو أحس هذا ما أدري يمكن نحنا تربينا شي ما عرف لأن نحنا كنا نفس تربية صحيح واجه تأثر لكن أنا شوف ولا تعالش أنا كنت أتحرى أن في أسرة كل يال متربينا عن نفس الشي مع عيالي اكتشفت أن الموضوع لا يوجد تغير الواحد غير يمكن في أساسيات وكتم لكن كل واحد عنده تفكير وقرارات هو يسويها أو طبع هو يسوي هذي ما يتقدرين يتغيرينه اهتماماتهم بعد اهتمام كل شي غير كل شي غير فطبيعة الإنسان المعطاء أو المبادر على الأصح هذي مش شي اللي واحد يتعلمه أو أن أنت مثلا بتعمل لازم أنت تكون مبادر لازم تكون مبادر لأن إذا شي ما يمن الخاطر صعب أن يستمر احنا يمكن بعد التربية يمكن لها دور أحس تربية لها دور بس مشرطة تكون هي كل شي أحس طبيعة الزروف اللي تنحطين فيها إذا يوم تطعين من بيئة الأسرة اللي أنت مدربي فيها كيف أنت الحياة كيف توديج وديبت صح وين نعرف إنزل نرجح موضوع كيف تعلمت كتبين كتاب أحين شفت الكاتب هاي أنت قلت لي شو سويت أول شي يعني شو الخطوات اللي سويت أنا الأول شي سويت ركض على المكتبة المالتي اللي بيها كل ملفات أحمد لقط كل الأجندات اللي أنا كتبت بيها شو سويت شو ما سويت التقارير الطبية النهطات صغيرة كتبتنها ومنص كتبتنها وبدأ يمعتها وبتديت أسوي شو سمونا يعني مش عالي كيف أسوي حتتها كلي قدامي مثل المود بورد يعني شا صور نفس البازلز كانت عندي وبتديت أنا أحاول أم أم وبتديت أكتب أفكاري يعني شو الأشياء الأساسية يعني المحتوى نفسه شو بيكون شابتر وين بنتكلم على التوحد طب حاذ أحمد طب شو الأشياء اللي أنا واجهتها صعبة ما كتفهمت نها وين رحت وين رضيت الصعوبات النجاحات اللي كذا كذا هاي كبداية بعدين ابتديت شو أسوي أنا ككاتبة لأنني مش كاتبة كتب علمية فأنا ما أقدر مثلا يلا تعالي اليوم حين بقعد أكتب وين وصلنا هي مش تي أنا اليوم شو حاسة أنا اليوم في أي مود أنا ونياسة شو ذكرت شي طاف شو حاس فيني طب وأنا ماشي في الشارع شكت شي ذكرني موقف صار مع أحمد فألهمش النس تكتبين مثلا عن هالشابتر أكتب أكتب مثلا اليوم بكتب بس هالشابتر ولي صار فأكتب قصصات أو يعني على الصح يعني ملفات أو كذا صار عندي هواية الكونتنت أحين عد يلا رتبي هذا ما نتحطينا هذا ما نتحطينا روايتي أنا حاولت على قد ما أقدر تكون هي فيها شوية يعني تحمس الواحد وهو يقرأ عساس ما يتكون بعد مملة يعني في ناس قرأت الرواية ما يخصهم يعني في التواحد ما يعرفون شي عن التواحد إنها بس رواية يبنون عنها زينا خلنا نقرأ فكانت يعني كومنتات من الناس مش قادرين نهد الرواية يعني ما عندنا وقت بس أنت فيها جذب كل يعني قصة تخلصينها في النهاية الأبعار شو يشطير بعدين إذن شو صار إذن أحمد أتكلم أو لا ما تكلم إذن أنت كانت عندك مشكلة كيف حليتيها نبن عرف شو يصار هذا الشي بعد هذا تعلمت من خلال قراءاتي أنا قبل أنا كيف شو الكتب اللي كانت تجذبني شو الكتاب اللي كانت أقرأ صفحة صفحتين وأمل ممكن فيه ناس ما تحب هالشي فيه ناس ممكن تقرأ كتاب تبت واحد اثنين وصار كذا وما ذو كيف وكذا بدين خلص ما تحب أن هي تكون تتحمس أنا هذا مهم بالنسبالي مقياس نجاح الكتاب أنا بالنسبالي إذا أنا ما أقدر يعني إذا شليت لازم أخلص هذا صراحة تعرفين شو كبصر أكثر شي كان سلبي بالنسبالي حين استويت في مجال كتابة ما صار أي كتابة يعيبني وصرت استخفر العظيم من قارئة لناقدة فأصدائق أنا في مثلا كاتب أنا متعودة كنت أقرالة أحين وصرت أقرالة كان مفوض يقول كذا يا خلص كدي أقرأ من شاكت لأن حين خلاص دخلتي في المجال أيوة فكصرت أحارف أن لا في هالأشياء مثلا لازم ما يكتبتش في أخطاء إملائية في أخطاء لغوية ونحوية فهاشي صار يضايق فصار أحين عندي وصرت يعني ناقدة ملاحظات ملاحظات ما عرفت هالن في الرواية نزين أحين هاي أول رواية كتبتها شو كان العنوان قرأني الدنيا بعينيك نزين ليش اخترت هالعنوان لأنني أنا شفت الدنيا دنيا مختلفة بعيون أحمد كانت الدنيا دي اللي عاشتنها واللي فهمتنها واللي درستنها وحافظتنها شيء والدنيا بعيون أحمد شيء ثاني بالمرة أنا ماردة هو يشوف الدنيا بعيوني أبا أنا أشوف الدنيا بعيوني أشوف هو شو شاي شو يحس شيفكر حبيت العنوان ويضاي انت حين كتبتي الـ chapter خلصتي حد راجع أكيد وراج طلاحي انزين بعدين رحتي بيت نشر كيف يعني؟ بعدين عرضت رواية طبعا على أكثر من دار نشر واتفقت مع دار معينة بس قوليلي هل كان في تقبل من دار نشر عن الكتب من هالنوعية وباللغة العربية؟ صراحة أنا رحت لدار نشر عربية فأيوة كان بالنسبة لهم شيء غريب يعني أنا رحت لدار نشر في الإمارات الإماراتية فكان وايد بالنسبة لهم متحمسين لأنه شيء يديد وغريب ما أحد تكلم عنه خصوصا هو مش كتاب علمي هو رواية واقعية يعني فكان هي كان في تقبل كبير الحمد لله وبعدين كيف أطلقتي الكتاب يعني وين الكتاب وين الناس يحصلون في المكتبات بس يعني هالخطوة بعيدت خطوة جرية أن الكتاب يعني تخيلي أنت رايح أنا صراحة أنا تخيل في مرحلة الحين أبو أكتب كتاب عن التجارة والبزنس دايما أتذكر اليوم اللي يعني يعني يدور في رأسي أتخيله أن الشخص رايح للمكتبة وأكون أنا واقفة بعيد وأشوف في كتب ثاني على التجارة شو يخل الشخص ياخد كتابي أيما أنا 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 صادفتني مرة كنت في مكتبة وروايتي كانت موجودة وأنا كنت بعيد يعني بس يعني أطلع الكتب جي من البعيد أدور لي كتاب يعني فحصلت حرمايات وتيتساوي في اللي يعني تشوف الكتب وهافت روايتي راحت خذتها وراحد أنا واقفة استهنز وإن حصلت ودي this is my mommy's book وإن ترى شو هاي الكتابة فهي طلعتني جي قالت لي اوه احنا ما يذكر احنا ما يسمعنا عن هاي الكتاب أنا يا أدور عليه ايه قلت لها إن شاء الله أنه يفيدت وهي كانت دوا بدأت دخل مجال تعليم الأطفال ذوي الهمم اوه حتى هي بعد مستبيدة من هاي الشي سبحان الله ايه الحمد لله وايد نزين وبعد هاي الرواية شو كانت يعني شو الكتب اللي طلعت لأنا عارفة أنا عندك كتابات مختلفة بعد الحمد لله ما الرواية هاي حسنت أنا فيها نجاح وكذو وحسيتمي أنا بعد ما كتبت الرواية عام شات السفايد حسيت فيه سلام داخلي وحسيتمي أنا كل كلام اللي كان مكبوت وخاطر أبو أقول لنا الناس ودي أنهم يشتفيدون منه وأنا بعد عشان أكون أنا مرتاحة طلع فكال طيب يا الله يا إيمان انت عندك وائد أشياء خاطر تقولينها وما تقولين ما تقولين تناقشينها وعرفك أنا لليوم أنا يعني في يمعة خصوصاً الأهل يعني خلته من الربيعات يمعة الأهل ما عدل أنا كيف الوضع بقد يعني الأسر بس أنا مثلاً أنا أنا لو عمتي أخوي دكتور ما باروح لا باروح لدكتور برا يعني أنا ما شاء الله بعد أهلي ما شاء الله كلهم ما سكين من مناصب وما كم أين لكن مثلاً يعني أنا وحدة من خواتي المجال دبلماسي وأنني أحينا وايد أسافر مع أحمد خارج الدولة مثلاً يعني فيه استضافات تكون خارج الدولة كذا فيه وسفرات اللي في الدولة السفيرة مثلاً في الدولة يعني يهتم ويحضر ما روح لها ما أقول لها أكلم الوزارة فيه يوصل لها الموضوع تقول أنت ليش ما تسئليني ليش ما تخبريني شكراً خبريني أقول خلصت أموري في النقاشات وإحنا يعني في هذا ما أقدر أني أنا أسرد أفكاري أو أقول أفكاري بطريقة سهلة من غير ما أخاف من الانتقادات لأن أحسهم لا لا هالكلام ما أطلع فأنا ما أحب هاي المجادلة صراحة لأنهم يعني باقيهم ينظرون للمواضيع من منظورهم هم وإنتي عندك كرياتيب ثنكي مختلف صحيح لكن بعدين بعضهم يقرون رواياتي يعني ينصدمون يقولون صدق أقول مالله أنا لكاتب كيف ما تقولين هالكلام في اليلسة في اليوم ليش ما خبرتين يعني أنا حتى واحدة من خواتي أكم قرأت روايتي اتصلت فيني تصيح تقول لي أنت مرايتي بهذا كله وإحنا كيف معنى إحنا أسرة جدا مترابطة يعني عندنا لازم إحنا كل ويك أننا كنا متمعين مع بعض يعني صعب أن حدي مثلا يسافر أو يروح أو يرد أو يستوي عنده شي كبير حلو أو مش وإحنا ما يخبرنا في القروب مع العائلة في الواتساب ممنوع عندنا ما في برايبيسي ما في شي تسلين شي من ورانا لكن فتقول لي أنت كيف وليش وليش متحملك لهذا بروح وليش ما خبرتين أقول شو بروح أنا كنت وياكم أنا يعني وياكم بس أنا يمكن ما عرف أعبر عن مشاعري بطريقة مثلا أنا أعبرها في الكتابة ففي أشياء واحد أنا أفكر فيها سواء مثلا أعداد أشياء أفكار أريد أطرحها مثلا في المجتمع تكون أفكر خارج الصندوق أنا واحد أؤمن بالتفكير خارج الصندوق أنه أنت ما تكون أنت مشين لو مع القطيع خصوصا وأنا شي شابتنا أنه خلط ففي أشياء مثل توجهات مثل نحن ما شاء الله الحمد لله دولة الإمارات عندنا تتوجهات جدا جميلة تقبل الإنسانية هذه الأشياء أكلها يمكن ما كنا نعرفها بهال المعنى أن أنت ما تحكمين على بني آدم من خلال جنسيته طبعا شكله لبسه ديانته من خلال لا تستطيع أن تحكمين على بني آدم أنا لي التعامل معاك بالإنسانية فقط أنا إنسان أنت إنسان إحنا بيننا احترام أي شي ثاني بيوند ذات أنا مش أنا مش من حقي أنا ما خلقتك طول ما أنت إنسان ما تأذي بني آدم ما تأذي نفسك ما تنشر فساد ما تصالب أي شي ثاني You believe This is your own right أنا أحترمك وواجبي عليك إن أنا أحترمك وأعاملك معاملة طيبة بالإنسانية وكانت هاي قصة روايتي ليازمة تحت البشر جمعت فيها أبطال من أديان مختلفة من جنسيات مختلفة دمجتهم مع بعض طرحت الفكرة صحنا كثير حصلت انتقادات عليها لكن سوى تكليك هذا الواقع لبعض الناس اللي هو يا صح ليش نشي نفكر ليش إحنا يعني فيه ناس حاجموني بعدين أردوا وقالوا لي أنت عندك حق إحنا يوم أردين أن نقرأ الرواية بفكر ثاني أنت عندك حق هل تشوفين رواياتك أو كتاباتك معظمها للكبار من هو يقرر كتاباتك تحسين لو تعطيني يعني مثلا يمكن من 20 وفوق 20 وفوق هاي هل تشوفين يعني مثلا تطلع في مستقبل تكتبين كتب حق الأطفال أنا أبتديت بس هو لأن نحن في مندرسة مثلا أحمد الأطفال المتقبلين أحمد وفاهمين أحمد وأنا كل سنة متعودة أروحناك ألقي محاضرات عن ذوي الهمم خصوصا شهر التوحد وحاول أفاهمهم لكن أحسنا باحتهم الاستيعاب عندهم شو يعني توحد ويت صعب نظر لأنهم يجوفون الطفل توحدي شكلا نفس الشيء ما مشكلة هي طيب أحمد يفهمني ويعرفي قرانوتا موسيقية وأحسن من يمكن في شيف لكن كيف مثلا عندها مشاكل مثلا صعوبات في الكلام معانا ليش ما يكون معانا على نفس المنهج مثلا ليش كذا وما يقدم يستوعبان فقررت أني أنا راح أسوي قصص أطفال عن التوحد بس اللي هي نفس الكوميكس يعني هي هي هو ضروري صح يعني عرض فيها يعني كلام يعني بين الطفل والطفل مثلا شو توحد شو ها وكذا كذا كذا وبصراحة اللي يابلي هالفكرة أحمد لأن مرة كانت مدرسة قالت لأحمد كان هو أول أيام المدرسة قالت لأرسم لي هو حبي يرسم أرسم لي عنك أنت في أول مدرسة شو تحس شو تحس داخل الصف فرسم أشياء أنا مصدمت منها إنه شو يحس إنه يقول في القصة اللي هو هو مش كاتب واحد كلام هو يعني رسم فمثلا رسم رسم أنه قاعده مصاك إذنى وصورة كأنه تعفين هالأفكار اللي سيطلع سمج صغر 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 فيقول أني أنا لو المدرسة تعطيني ويد معلومات أحس أن نفس سمج كاعد يمشي فراسي ويد معلومات تدخل في بعض يكون في ويد مثلا أطفال يسوون مثلا حسن كأن أنا ما أحس كنفر تبقى حسن أنا خايف مثلا أشياء مثل هذه يعبر لك بالرسم بالرسم أحمد يعبر بالرسم وكلمة كلمتين مثلا يكتر يكتر فأنا قلت إن شاء الله راح نسول لها القصص كلمت أردي يعني دار نشر وهم راح أحبوا بالفكرة وبحاول أنا قد ما أكتر لأننا أول ساعة يعني في المدارس أحس هذا ويد مهم لأنه مثل ما قلت الأقال يحتاج لهم شي يناسب طاقتهم الاستيعابية عنها عشان يفهمون الحالة هاي وبعد نفس الشي نحن نتكلم عن إنكلوجيا نتكلم عن الدمج نتكلم عن هالأشياء كلها فأحس بعد واجب أننا نتقف الأجيال الصغار لأن الكبار يفهمون هم صح لازم لهم دور بس إذا وفرنا شي ممكن حتى يعني في ساعات القراءة أو أكتيفتيز يعني بالعكس أحس بويد حلو بصفاء أنا أترى وكل عمر على حسب قدرات الاستيعابية يعني أسف تي البروجيكت شوية كبير بيأخذ منها بس إن شاء الله إن شاء الله نحاولنا نجزي يعني في خلال السنة إن شاء الله إن شاء الله عندك هذا إذا ألفت كتب ثانية بس أنا أنا الليل الحين ذرا موخي بعلق على موضوع الأدب الرعب أدب الرعب أدب الرعب شو هو؟ من زمان من قديم الأزل يعني أنا مصرحة ما عندي ثقافة خبريني شوية عشان أنا عارب يمكن أنا قريت هالكتب بس ممكن تعرف إن هذا هالكتجري شو لي فيه أنواع معينة من الرعب فيه الرعب اللي هو مثلا الجريم والأشياء يعني هذا رعب أنا حبه السواجب سيبه كذين أو كاتت تخافه أو حبه وفيه اللي هو الأشياء ما وراء الطبيعة يومي قولت أنا أختي كوي تحب القراءة وكذا كنا منوحنا صغار يعني تاخدني دايما المكتب مش أكبر مني بوايد أربع سنين بس فكانت أول بدايات قراءات منوحتت ممكن نعرف أختي اسمها بس اسمها حنان العليلي أوكي حنان حنان ترى أنت لك دور في يمان وايد أشوف يا والله وايد أثرت يعني هي بيني صراحة وأنا لين اليوم يوم أخلص رواية ترشيلها هي الأول هي الناقد الأول لأن هي ما شاء الله هي قارئة مخضرمة فمش أي شيء بيعيبها وتقولي لا هذا كذا هذا كذا لا أنا مليت من كذا وأنت مثلا في الوصف ويت توصفين أشياء يعني ناقدة ناقدة أنا بالعكس وايد أستعنس يعني ترشيلها انتين الفرست كوبيز قبل ما تنشرين وتتبعين أكيد فهنا مهم بها كانت روايات كانت روايات صغيرة تي اسمها روايات ما وراء الطبيعة لدكتور خالد توفيق ألي أرحمه أحمد خالد توفيق هو كاتب كبير يعني من مصري فكذا أنا موايد أحب وأكثر شيء أحبها في رواياتها هي روايات رعبة يعني يعرفتي أكثر شيء يعني يعيبني في رواياتها لأنه أصلا دكتور هو أصلا دكتور أمراض دم وهو كاتب فكان يحط لنا معلومات في الروايات أنا ما كنت تعرفها هو يتكلم عن قصص حول العالم يعني يبلت قصص اللي هو القصص اللي هي الرعب من حول العالم على كل ثقافة مثلا مثلا إحنا عدنا مدويس ومدويس وماذا رشو فيبلت هي هذه الثقافات من كل عالم وفي النص يحطت مثلا يحطت معلومات مثلا عن أمراض معينة وكيف علاجها عن آثار مثلا أو آثار طريقية مثلا صارت أو حروب مثلا أو شاي تاريخ جغرافيا روائية مجال أدب الرعب في الأدب الرعب مثلا عفريط طلاع ومشعفة وهجم على الأهرامات مثلا بس لأن الأهرامات هذه نبنت في هذا وأن هي مصممة لأنها تصد كذا كذا فتحظيني رحت خلصت الرواية ورحت قلت عن الأهرامات بس أنت إنسانة هادية وإنسانة وإنسانة ومشغولة ومشغولة يعني اللي يشوفت ما يقول أنت ما الرعب أنا أأمن بالجن ضده شوي أو ما يقتنع فيه يعني هو يقول لي أيوة فيه جن ومذكرين في القرآن لكن هم لها عالمها وإحنا لن عالمنا ويتطلعين في الكتب العالمين ما ينظن أنا لأ أنا مؤمنة أنه ممكن تصير يعني لأني أنا في تجارب شخصية صارت في هذا المجال فأنتي تحطينه من حين في القصص أيوة وفي قصص أنا سماعتها مثلا يعني أو أول رواية رعب سويتها كانت تسمها إني بريء منكم لازم أقرب كل كتب أنا لم أقرب ولا كتاب فأنا الحين متفشل ونفس الوقت أقرب كل كتب وإن شاء الله حاليتي إياها إن شاء الله فهذه الرواية إني بريء منكم كانت عبارة عن كل القصص اللي أنا سمعتها أنا صغيرة أو عائلتها أو ناس قرب مني شافوها وهذا حطيتها بهالرواية بس سمع نفس الشيء مثلا ما قدت إن هي أصلا الكون سبتمالها لأنه ما تحكم على بني آدم إذا أنت ما نحطيت في نفس ظرفة ونفس قدراتها في نفس تربية وهذا والبيئة اللي هو عاش فيها لا تحكم عليه لأي غلط حتى لو هو سوى شيء غلط لا تحكم ما تعرف إذا أنت نحطيت في هذا الظرف كيف ممكن بيكون تصرفك ممكن تصرفك يكون أشنع من التصرف فهو يتكلم عن أم صار معها حادث مع بنتها الوحيدة وهي كيف تصرفت مع أنها الأم كانت جدا يعني متدينة وحل من وطيبة ومسكينة وهذا كله لكن تحولت من حال لحال بثبت صدمة صار في الوضع فأنا حتى دائما آخر رواياتي أخلي قرأ أنت أحكم فهو الواحد قاعد يقول طب هي شريرة ولا مش شريرة طيب المفروض أنه خليم يفكرون هي أنه مفروض ألا يحاقبها ولا يحاقبها أنت أقرأ أنت أحكم أنت قرر خلييني واحد يفكر لكن أنا قراري أنا عارف أنا عارف شو الحكم عليها أو أنا كيف أتشوفها بأي نظر لكن أنت فكروا كيف ممكن تقررون ما شاء الله أنت عندك أنا أحين أشوف الاهتمام السينمائي في الوطن العربي وايد عن يعني يبون محتوى عربي قوي وما شفت محتوى عربي رعب شي هل لتش تطلع أنه ممكن شي من كتاباتك أنا أتمنى كن فيلم أو مسلسل أو فيلم وطائقي أنا أتمنى صراحة أني أنا يعني رواياتي أنا خمس روايات تقريبا كاتبة أتمنى أن رواياتي هذه تتحول لأفلام لأن الفكرة موجودة أنا هدفي موجود بس توصل لكل الناس ليش صعب لأن فيه ناس ما تحب تقرأ مش معناظة هي مش مثقفة هي مش هواية هالقراء يعني هي تبتتعلم وما تبت تقرأ تبت تشوف ومارات يبون أوديو يعني أنا مثلا أحب القراءة وحندي وقت لأني أشوف مثلا أحط مثلا يا بودكاست يا أحط أوديو بالصحيح أوديو بوك فأنا قلت أنا إن شاء الله راح أحاول أن أشوف مثلا أولا الجهات اللي ممكن تدعم رواياتي مثلا كبودكاست أو يعني كصوت أوديو أو كأفلام فيه ناس اقترحوا عاية بعض الناس أنه خصونا هذا الفيلم اللي هو تحت البشر لكن كانوا يبون يحرفون في القصة يغيرون فيها واحد أشياء فحست أن الكون صوت كله بيضيع والهدف ما لها بيضيع وفما رضي عندي أحس أنت حق تبينت حافظين على المغزى النهائي دائما يوم يطلع لتشي مكتوب شي سينمائي لازم يشوي يغيرون عشان يخلوه عشان يحمسون المشاهد لكن ما يغيرون في التوجه والقصة كاملة نفسه لا تغير تبينت غير في الحبكة في الدراما في المثال المشاهد اللي هي مثلا رعب ما لدي مشكلة لكن تغير في الهدف نفسه وتغير الايم لا تعرفين أنا أنت تتكلمي وسأتذكر نايلة الخاجة تعرفينها نايلة الخاجة عارفها بنانة نايلة الخاجة وغير نايلة الخاجة أنا بالنسبة لي واحدة وايد متفتحة الأفكاري دي دوتي وشخصينا وايدة خاجة كانت تدرس معي ما شاء الله بس هي أنا يوم دخلت كانت هي ready السنة الرابعة إخراج تنثيل وإخراج وقاعدة السنة بدأنا على طول سافرت على أمريكا أظنني أظنني أساستكم لدراسة دكتوراه ومستر هناك بس تعارفين شو أنا بالنسبة لي أحس أن إحنا عندنا صناع محتوى وفي الشركات العالمية والشركات المحلية صناع يعني المحتوى العربي الحين حتى نتفلكس مينا ويعني عندنا اتش بي او وأماكن مثل هذه شوفينا شوفي لا لا منوه عند منوه هنا ها أوكي يعني إحنا اليوم عندنا كل هالشركات العالمية نتفلكس مينا وعندنا يعني شركات عالمية ياي وامازون وعندنا هنا في الإمارات تدور على صناعة محتوى باللغة العربية لأنه يهمهم المشاهد العربي وعندنا فنانين مخرجين وفنانين طاقم كامل يعني مواهب كبيرة لازم يكون فيه تعاون بين الكتاب وبين الناس هذي اللي في المجال السينمائي لا يحد يتواصلوا معي من خارج الدولة لا يحد يتواصلوا معي من داخل الدولة سمعتوا سمعتوا يا جماعة شو تقول الإيمان عيب عليكم ترى خارج الدولة يتواصلون وعيان البلاد ممتواصلين تواصلوا أنا أقول لكم أنا أتروح لكاش لأن أنا عارف أنه فيه ناس بيشوفون هالبودكاست وبيكونوا وعيد مهتمين والله يتواصلون وإياك المفروض ولو ما كان فيه تعاون مثمر الحين ممكن هاي التواصل يثمر شي ثاني صحيح أنا أحس يعني بالعكس هذا مجال إبداعي مهم جدا وفيه رسالة نبيلة هو يمكن أحيانا سبحان الله يمكن صناع الأفلام يمكن فيه عندهم توجهات مختلفة مثلا أو أجندة معينة يعني هم قاعدين يحققونها وممكن بعدين يتطرقون للأذكار الثانية يعني أو المحتوى الثاني بس هالمحتوى أنا أحس المواضيع اللي أنت تطرحينها في رواياتك أو كتباتك في كل عام ممكن تنعرض كل مكان يعني تعفين ممكن ما تنربط بس صح أننا نتكلم عن العادات والتقاليد فيه مثلا ممكن كتاب أو الكتاب ممكن لكن فيه كتب ثانية أصلا هاي تطبق في كل المجتمعات كل المجتمعات عندهم هالنظرية يعني ها مو شي نحنا بس عندنا في الوطن العربي ولا في الدولة بالعكس أنا دايما أقول لغة الفن صح هي اللغة اللغة صحية لأن أنا واضحة بالفن فأنا دايما أشوف أقول فن هي لغة معروفة عند الكلب حلو وبحلو كل واحد ينضرب طريق صحيح ممكن أشوف شيء وايد حلو أنت تشوفينها وايد بشاء أو العكس ممكن تفهمينها أنت من concept أنا أفهمها من concept ثاني وكلها صح ما في شيء غلط أحس بالعكس هذا المجال لازم يطورونه وفيه تعاون لازم يكون نزل إيمان بسألش الحين إذا أنت فيه رسالة تبين توجهينها يعني أنا أعطيتش كذا شيء وأنت اختاري أو حتى ممكن تردين عليهم كما رسالة لأي أم يستمر بمرحلة صعبة الحين إذا كانت هي عندها حد من أصحاب الهمم رسالة لأي طفل عنده شغل في الكتابة وممكن يوم 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 يكون كاتب ورسالة حق إيمان اللي عمرها ثمان سنوات لا بترجعين شو بتقولي أنا عرف عطيتش ودى أشياء أي بنسبة للأم أريد أقول لها أنا هداي من أقولها هي على ذكرة لأن فعلا أنا أحس أن هي أكثر كلمة لازم تنقال للأم خاصة أمهات أطفال دولهم أن رب العالمين يعطي الهدايا العظيمة للعظماء ورب العالمين يوم اختارت عشان يعطيتها الهديت اللي عارف أني أنت مختلفة مش بس ولدت المختلفة أنت مختلفة فرغم التحديات اللي راح تواجهت دايما نحاول تشوفين الجانب المشرق من الموضوع أنا سعادة أقول حق نفسي سبحان الله يمكن هو الموضوع بعض الأحيان يكون مؤلم بعض الأحيان إتيت عديت لحظات تكثرين خاطر نفسك أو كذا وما أدري هل ألم بيروح أو لا أنا دايما أحس أنه رغم فرحتي بأحمد ونجاحه بس أنه فيه شوية نقطة كمستقبل كيف بيكون هل بيكون رجل بيتزوج ما بيتزوج هل الأشياء كلها تقلم لكن سبحان الله يمكن تكون هاي لنا حجة عند رب العالمين من عربي سبحان الله يمكن يعني فيهم الأمين يقول يا ربي يعني خاص دخل الجنة بسرعة ترى أنا ترى أنا كنت يعني كنت صابرة أهم أنت أهم إنسان أنت حياة ولدت وما حد بيكتشف الكنوز اللي ولدت ولدت توحد مخاشنها إلا أنت فdon't give up يعني من أبدا أبدا وراح ركافئت ورب العالمين رح يكافئت والولد نفسه رح يكافئت وشوف البركة اللي بتيت من كل صب من وراء صبرت على ولدت عيالنا الكتاب إن شاء الله المستقبل أبي قلهم أن الكتابة هذه أحلى شي في الدنيا وأن بالكتابة هذه إذا أنت آمنت أن أنت بالكتابة رح تغير شي الناس كلهم يقولوا لك استحل أنك تغيرها لازم تأمن أن أنت رح تغيرها وبيكون هذا أعظم إنجاز بتخيل الواحد يعني الله يعطينا طوط العمر بس الواحد بيفارق الدنيا هذه وكلامه موجود يفيد أجيال وأجيال وأجيال فهذه لا تفكر أنه شي بسيط بالعكس هذا شي ويت حلو تمنى يعني أشوف كتاب إماراتيين أكثر شباب صغار أرث هذا أرث بلادنا حيالنا صحي شو بها الآخر شي شو رسالة يعني شو شي يعني إيمان ثمان سنين اللي كان عمره ثمان سنين أول ما كنت تحبي تكتبين مذكرات الشخصية يعني لو كنت رسالة الحين تعرفين أنت منه إيمان لو شو بتقولين حق إيمان اللي كان عمرها مثلا ثمان سنين عشر سنين لا تعقين كل الكتب اللي كتبت لها قبل خليهم 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 لأن سبحان الله أفكار كانت يعني كانت موجودة ثمان الحمد لله قدنا نطبق هاليوم أنا ويت فخورة صراحة في جيمان ويت سعيد أني تعرفت عليك أنا أكثر وفعلا فعلا تعلمت شي دين وأتمنى يعني أن كل ربيعاتي وكل المشاهدين والمستمعين نحن البودكاست ما لنا على أبل بودكاست وعلى يوتيوب أنهم ما يخجلون بالتواصل وياتش إذا فيه أي شي فيه منفعة وأنت أصلا بنت خير يا ستخصصين وقت كثر ما تقدرين حق الأهالي أو الناس اللي عندهم أي استفسارات والروايات اللي تكتبينها كثير شباب على فكرة يتواصلون معي يعني أساس أن يساعدهم في بدايات مشارهم للكتابة حتى في منهم طلبة مدارس يعني في الثانوية وهذا الشي صراحة ويد يسعدني مدرسة ولدك كيف متعاونين وطلابها ترى هالشي يأخذ ويد مجهود منك مع الأهالي الطلاب والمؤدار المدرسية يعني أو المدرسة يعني تعلم هالنموذج أنا أفتخر فيه أنا أتمنى هالنموذج يتكرر في مدارس ثانية في أماكن ثانية عند أهالي ثانية عند أطفال ثانين إحنا مجتمع الله نعم علينا بالأمن والثقافة والتفتح والتسامر صحيح أحس هالأشياء وايد دول ثانية يمكن ما تكون كل هالأشياء متوفرة في نفس البيئة صحيح فإحنا بالنسبة لنا نقدر نغير وايد أشياء شوفي إيمان اللي عمرها ثمان سنوات وكانت تكتب وتشخبط ومعي ممعت هذا وكيف مسعبير قالت لك أنت بيكل لك مستقبل مشرق في هالمجال إذا كملت ترى متأكدة لنا يعني كل أحلام الناس اللي اللي كانوا من عمرك وحلام أبو زايد الله يرحمه وحلامي أنا ممكن تصغير وحلام غيرنا يستحقق اليوم مجهود اللي يستنسوي اليوم يعني أنت ما قلت أن أنا والله خلاص بتم مكتأبة ولا بأيكون بالضايقة وبتم في البيت وخلاص وبأسوي شي وبأمشي عن نية قلت لي لا أنا أنا بكون عكس هالشيء صحيح الحمد لله وأنا صراحة صدصق معك كيف أوف يعني أقول لك كفاية أن أنا ويد فخورة فيك يعني هالشيء بتغيرين أنت حيات ويد ناس وصابري في هالشيء كثر ما تقدرين ويوم أقول لك أن أنت صغيرة أنت صغيرة القلب أنا أقصد لأن هاي العفوية مطلوبة الناس يبون يفهمون الأشياء هاي بطريقتك وانت يستفاصلينها بكتاباتك أتمنى أن يفهمون بعد كونسبت ويد مهم كثرة أنا بالنسبالي شفت ناس حولي ما بنقدر نغير إحنا كلمتنا شو بتسوي يعني إحنا قانون ماشي وهذا والناس كلها ماشي من نفسها إحنا أنت بتين تغيرين يعني بس بليفت قرنت أنا غيرت الحمد لله أنا إيمان الإنسان البسيطة العادية عادية أنا يعني غيرت غيرت بكلمة يعني ما تكلم بس حتى روايات يعني في يعني إحنا في أشياء يعني أولا ما بدأت مجباري مع أحمد وكذا كان إحنا عندنا صعوبات في أشياء معينة فوركزامبل مثلا اللغة العربية المركز التوحد اللي كان فيه أحمد يقولون لازم نتعامل بس بلغة واحدة معه كانت وان هي اللغة الإنجليزية هم درسون بلغة الإنجليزية فاضطرينا أن إحنا في البيت نتكلم بقعها بس إنجليزي عشان يبتدي يتكلم كان طفل غناطق فلما راح لمدرسة اللغة العربية مالتنا صعبة ثقيلة هذا غير اختراف اللهجات فصار عندها تشتت فأنا قلت لهم في المدرسة انكلوله صفوف العربي لغير الناطقين وكان وقتها طبعا هالكلام كبالكم من سنة يعني مش موجود كقانون في الدولة لأنه أنت طفل إماراتي لازم واجب عليك تتعلم لغة عربية فما سكت ما سكت لا لازم يكون فيه تغيير هالقانون نحط من بشر لخدمة البشر ثلاث سنين وأنا أسعى إلي ما في يوم الأيام يعني التليفون اتطبق القانون أي طفل من ذوي همم ما يقدر على اللغة العربية الفصحة من حقه حتى لو كان مواطن أو عربي يروح لصفوف ذوي الهمم بخورة جدا تتعمم على كل مدارس ناس وايد اللي كانوا عندهم لبس المعاناة استفادوا من هالشي الحمد لله يعني غيرنا نقدر نغير ما في شيء اسمه يعني هو مش قرآن منزل شيء الحلو إحنا في بلادنا إننا يعني صح اللوائح والقوانين والأشياء هيتاخذ وقت للتغيير لأنه لازم يتشوفون ويدرسون الموضوع لكن أي شخص عادي ممكن يخترح فكرة لا صوت أيو إذا أنت إنسان يسمعون 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 شوفي أنا أتكلم عن هالكلام قبل حت كم من سنة ما كان فيه يعني حتى أنا حتى ما كنت عارفة أروح للجهة الصحيحة عارفتي كنت بس جاد بابا يعني بيز يعني كده كده بس كنت تحاولين كلمكان بس كنت تحاول على كد ما أقدر وكل يحول يقولون ما بتقدرين ولين اليوم اليوم أنا كل مرة مثلا يعني تطلع لي فكرة شي على قولتهم مينونة أنا أنا أبقى أسويها ما حد يسمعش فالإمكان كانت فيه مشاركة كانت فيه مهرجان في كوريا وأنا شفت وأن من المتطلبات لازم يكون المشارك في المهرجان الموسيقي هذا 18 شوفوك تسكتيني يا عيمان والله طرشت لهم طرشول يقول ولدي صغير ما يصير أقول لا ما علي كم كان عمره تقريبا يوم هذا الكلام كان 12 وكان 12 وما تطلبت 18 18 قلت لهم أنتوا تقيسون الفن وتقيسون يعني هذا بالعمر شوفو يعني أنتوا هم يطالبين من كل أنحاء العالم طرشت لهم الفيديوهات ما تأحمل كنتم تشوفوا أنتوا أحكموا أنت طفل صح أمر 12 سنة صح أن أتواحد لكن قلت أعزف لك شوفوان وبت هوبن وهذا يعني مستوى عالي مستوى 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 عالي مستوى عالي مستوى عالي مستوى عالي مستوى عالي مستوى عالي لأن الحياة مستوى عالي مستوى عالي مستوى عالي مستوى عالي مستوى عالي يعني هذه القوى مستوى عالي مستوى عالي منهم للناس أنا أول الطفل عندي طبعا هو الكبير ما شاء الله ريالة حين في جامعة خليفة وهو ما شاء الله عليه يعني متميز وذكي وإن شاء الله قاعد يدرس بيوميديكا الأنجينير وفي نفس الوقت هو لعب بوكسنج طبعا أحمد الطفل التوحدي الموسيقار الملحن وعندي عبد الله عبد الله يبيكون عالم حشرات عندهم ما شاء الله ويكيبيديا في علم الحشرات وأصغر واحد المدسم سمينا أينشتاين بس إحنا في بيتهم سمينا الطباخ لأنه يبقى يكون الشف ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك لك فيهم ما شاء الله وإمكانك شكرا على فضورت شكر لكم شكر موسمي وإن شاء الله لنا يرصال ثانية إن شاء الله إن شاء الله شكرا اشتركوا في القناة